بعد ما عرفنا أن لجنة المسابقة اخترت أول مهمة يقوم به المتسابقين فاضلوا الطلاب يتكلموا عن أول مهمة وهي الأداء الحرقي والكل متحمسين جداً مع ده جويانج لأنها ما تعرفش في الحاجات دي أصلاً وقالت إنها عايزة تنسحب لكنها بتتفاجأ بأصدقائها إنهم متحمسين جداً على مساعدتها في المسابقة علشان قسمهم هيبقى مشهور وده كله طبعاً بسببها وقرروا يشجعوها لحد آخر لحظة ده اللي خلت جويانج ما تقدرش توجههم إنها مش عايزة تشارك أصلاً ده غير إنهم قالوا لها بسبب وجودها خلتهم يتكتفوا وإنها أمل قسمهم بتستخبى منهم جويانج في الحمام وهي متضيقة جداً لأنها كانت مقررة تقولهم إنها تنسحب وطبعاً دلوقتي خايفة من ردود أفعالهم لكنها قالت إن أكيد سوجين هتكسب عليها ومش هيحصل حاجة ومحدش هيعرف حقيقتها وباللأي سوجين بتحاول تقرب من سوه بأي طريقة حتى إنها طلبت منه يصور أداءها علشان المنافسة قال لها تطلب من أي حد تاني وأول ما شافت الأخبار إن جويانج وصوه قريبين من بعض ديقت جداً وبعدها قابلت سوجين جويانج في حمام المدرسة وسألتها هتعمل إيه في مهمة المسابقة قالت لها جويانج إن خبرتها معدومة في الحاجات دي وإنها تشارك بس لأن أصدقائها معتمدين عليها وهي ما تقدرش تخزلهم لكنها لسه ما قررتش هتعمل إيه حاولت سوجين تدايقها وقالت لها إنها تفكر مع سوه في أداءها اللي هتعمله في المسابقة وهو هيساعدها وإن هي وسوه دايماً بيساعدوا بعض من وهما صغيرين وقالت لها ياريت تدوريلك على حد يساعدك وطبعاً جويانج تدايقت جداً لكنها متدايقة أكتر لإنها ما تعرفش أي حاجة عن تدريبات المهمة الجديدة والكل بيتدربوا على المسابقة ولما دخل عليها أخوها ورفتها وهي بتتدرب قال لها إن تدربها سيء جداً تاني يوم بتقابل جويانج سوه قال لها تقابله عند النهر بالليل علشان يتدرب على التمثيل قالت له إن عندها تمارين محتاجة تتدرب عليها لكنها هتساعده رح لها سوجون وقال لها إنها لو ما رسمتهش النهار ده هيغير رأيه وهي متدايقة للكل بيأمروها فاتصلت بسوه واعتذرت له إنها مش هتقدر تروح له عند النهر بالليل فقررت جويانج تروح تقابل سوجون وترسمه بعد اليوم الدراسي لكنها بتكتشف مهاراته في الغناء وصوته جميل جداً فرحت بيه جويانج وقالت له نشاطر جداً وبدأت جويانج ترسمه وقال لها إن حبيبها سوه لو عرف إنها بترسمه هيزعل جداً قالت له وهي متدايقة أنا قلت لك إنه هو مش حبيبي رح اسأله وإن سوجين لايقى عليه أكتر لإنها تعرفه من الطفولة وهي اللي قيلة كده ده غير إنها ملكة جمال المدرسة لعامين وراء بعض وهي هاتف شلف أول مهمة ليها صاد ليضحك سوجون على طريق تعبرتها الطفولية وأخيراً بتنتهي جويانج رسمتها وشكرته جويانج على مساعدته ليها وقرروا سوجون يوصلها بعدها طلب منها ما تقربش من سوه سوجين ولما سألته إيه سبب مش أوسبها قبلها سوه تاني يوم قال لها إنه هيروح عند النهر قالت له وهي بتخب رسمة سوجون إنها هتقابله هناك بعد المدرسة وطلعت تجري بالرسمة بعد اليوم الدراسة طلعت تجري عليه جويانج وقال لها إنه سلم الفيديو بتاع التمثيل بتاعه وما كانش محتاج لها ولما سألها هتعمل إيه في مهمتها فورته الأداء الحرقي إلي هتحاول تقلده وإنها هتمرنت عليه كتير جداً وهتحاول تعمله بعدها بتتصل سوجين بجويانج وقالت لها إن فيه صديق ليها شافها وأعجب بيها وعايز يقابلها وبعتت لها صورته كمان وفدلت تقنعها إنها لازم تقابله الأول وبعد كده لو عايزة ترفضه برحيتها وإنها تديله رقمها ولما شافوا أصدقاء جويانج صورة الولد انبهروا بيه جداً لإنه وسيم وكمان شجعوها على إنها تقابله راحب بالفعل جويانج وقابلته واعتظر لها على إلحاحه الشديد على إنه يقابلها وإنه أول مرة يعمل كده ده غير إنها جميلة زي الصور وأحلى وبعد مقابلتهم سوا قال لها إنه وقع في حبها من لطفتها وإنها من هنا ورايع حبيبته بعد المقابلة فرحت جويانج جداً وقررت تكمل في العلاقة دي خصوصاً إنه دي أول مرة حد يقول لها الكلام ده بتقابل سوه صديقة جويانج في الدرس الخارجي ولما سألها عن جويانج قالت له إنها راحت تقابل حبيبها وورده صورته إنه ولد وسيم جداً وإنهم الاتنين متساجمين سوا بتوصل جويانج الدرس متأخر لكن سوه ساعتها تجاهله وهو متضايق جداً نروح لتاني يوم وبيقرر حبيب جويانج إنه يستضفها في غرفة في فندق فاستغربت جويانج من طلبه فحاولي يبين لها إن الأمر عادي وإن الجميع بيعملوا كده كنوع من التغيير وإنهم يتفرجوا على أفلام ويساعدها في واجباتها المدرسية وخلاص وبياخد الولد المفتاح من الفندق وساعتها شافهم سجون واتفاجئ من وجود جويانج مع ولد غريب أخذ الولد جويانج من إيديها ودخلها الغرفة وطلب منها تلبس فستان لكن جويانج استغربته جداً لإنه شبه ملابس السباحة وكان الفستان مكشوف جداً قال لها إن هنا في مسبح وهي لازم تجربه وقال لها إنه هينزل يجيب مشروبات ويطلع لها تكون غيرت ملابسها ساعتها إلقت جويانج جداً إزاي تلبس حاجة زي دي ساعتها بيقول الولد ده لحد في التليفون إنه حط الكاميرا في الغرفة وإنه خبه هاتف جويانج وزمانها دلوقتي بتغير ملابسها فسمعوا سجون في اللحظة دي أول ما بيدخل الولد من الباب بيلاقي سجون ضربه ومسك الكاميرا وبيقول لسوه ووفر كلامك للشرطة نرجع لبداية الأحداث أول ما سوه عارف إن جويانج بتحب ولد فضل يبحث عن الولد ده لحد ما عارف إنه شخص سيء وإنه كان بيعرف أربع بنات في وقت واحد ده غير إنه شخصية لعوبة واتفصل من جامعته لسوء أخلاقه وساعتها عارف من صديقة جويانج إنها رايحة مع الولد ده الفندق أما سجون فكان بيشتغل في مطعم الفندق سمع ساعتها الولد وهو بيتكلم في التليفون بتاعه وإنه هيصور كل حاجة ويبعثها وإنه مش أول مرة يعمل كده وقتها اتصل سوه بسجون كتير وجرع عليه وحكاله كل حاجة كانت جويانج في الغرفة وقررت ما تلبس الملابس اللي ادهالها الولد ده خصوصا إنها لو نزلت الميا هيبان شكلها الحقيقي وهيتخض الولد اللي بيحبها فجأة بيدخل سجون وسوهو ليها وبيفضلوا يدوروا في كل مكان في الغرفة لحد ما بيلاؤوا الكاميرا وأول ما دخل الولد الغرفة لكموا سجون واتصل سوهو بالشرطة فقالوا الولد إنه عمل كل الاطلب منه وكل دي كانت فكرة سجين وطلع يهرب فجرى وراء سجون وسوهو لقيت جويانج الكاميرا ولما بيجرئ سوهو سجون وراء الولد خابطت سوهو عربية ونقله سجون للمستشفى وقال إن أهل سوهو خارج البلاد فضلت تبكي جويانج بسبب اللي حصل لسوهو وإنها سبب في كل اللي حصل له ده طلب منها سجون ترجع لبيتها وترتاح وإنه هيفضل معاه لحد ما يفوق فقابلت جويانج سجين وسألتها هو أنت فعلا اللي حرطت هيونو على تصويري كل دي كانت خطتك حاولت سجين تنكر في الأول لكن لما هددتها جويانج إنها تتصل بالشرطة بانت سجين على حقيقتها وقالت لها إنها ما عندهاش دليل ضدها وإن ما حدش هيصدق كل كلامها ولا حد هيصدق واحد زي هيونو ده غير إنك هتنشر إشاعة عنك إنتي كنت مع واحد في فندق اتخطت جويانج من وقحتها وإزاي ظنت في لحظة إنها ممكن تبقى صديقة واحدة زيها وقالت لها أن سوهو في المستشفى بسببها فقالت لها سجين ما تمشي اللوم علي كل ده حصل بسبب كينتي وحبك لواحد ما تعرفوش وغرورك بنفسك لما قال لك واحد إنك جميلة وأعجب بيكي سوهو تقزى بسبب كينتي وثابتها ومشت كان لزا سجون قاعد مع سوهو هو بيقول قد إن هو متهور وفضل يفتكر زمان لما كان سوهو بيدافع عن صديق ليهم كان الولد ده مغني مشهور في المرحلة الإعدادية وكان بيشتكي من ضربه وتنمر بعض الأشخاص ساعتها اتدخل سجون وضربهم فشكر المغني سجون على دفاعه عنه وقاله إنه عارفه وإنه صوته حلو جدا وهو بيغني وكمان صوته جميل وسمعه قبل كده لما كان بيغني الوحده وهو كان مستخب من المتنمرين وإنه عايزه ينضم الفرقته ويدربه كمان فضل يزن عليه كل ما يشوفه ويحاول يقنعه لحد ما سجون اقتنع في الآخر وساعتها عارفه إنه الضرب من المتنمرين مرة تانية لإنه ضعيف وعلى الرغم إنه سجون كان بيضايق من ضعفه ده وإنه ما بيعرفش يرد على كل المتنمرين لكنه كان متفاهم إنه شخصية طيبة ومتفائل جدا وساعتها هم التلاتة بقوا أصدقاء لكنهم اكتشفوا إن سيون مات بعدها لقوا ورقة بيودع فيها كل اللي بيحبهم وإنه هو اللي اختار ده بعد معاناة مع الاكتئاب بسبب التنمر المفرط عليه كان قبل ما يموت اتصل بسوهو لكن سوهو ما ردش عليه كان مجهول ساعتها فحملوا سجون مسئولية موت صادقهم سيون ومن بعدها افترقوا وبعوا أعداء نرجع لجيونج وبتتصل زميلتها بيها وقالت لها الحقي فيه إشاعة منشورة عنك هنا كل المدرسة بتتكلم عنها وإنك رحت مع واحد الفندق وعلى الرغم من صدمت جيونج لكنها قررت ما تستسلمش أبدا وتبقى أقوى وما تهربش المرة دي وقررت ترمي الكاميرا في النهر وراحت جيونج تاني يوم للمدرسة وهي في كامل أناقتها وما همهاش أي كلام بيتقال عليها ودخلت لمكان سوجين وقالت لها هديكي فرصة أخيرة تعتذري فقالت لها سوجين اعتذر علي هو أنا عملت حاجة قالت لها جيونج الإشاعة اللي طلعتيها علي وكل المدرسة صدقتها سمعهم كل الطلاب وهم بيتكلموا سوا فقالت لها سوجين يلا امشي من هنا فقالت لها جيونج من هنا ورايح أنا مش ههرب ومش هخلي أمثالك أبدا يعملوا اللي هم عايزينه وهدخل المسابقة ضدك وهنفسك لحد النهاية هنعرف الأحداث اللي جاية مخبية إيه